عبر غبطة بطريرك القدس للاتين الكاردينال بير باتيس سبت سبال عن ألمه الشديد حيال ما يجري في المنطقة حاثن الجماعة الدولية على التدخل والسعي للتوصل إلى حلا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال جهود الوساطة وذكر غبطته في مقابلة مع موقع باتيكان نيوز أنه عند وصوله إلى الأرض المقدسة اطمأن على أحوال المسيحين في قطاع غزة مع أن بعض العائلات فقدت بيوتها وهم موجودون الآن في الرعية وفي المدرسة التابعة للبطريركية وأشار غبطته إلى أنه من الصعب جدا أن تكهن ما يمكن أن يحصل في المستقبل معربا عن ألمه بأن تتوجه أنظار الجماعة الدولية نحو الشرق الأوسط وأن تعمل جاهدة من أجل تهديئة الوضع وحمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على التعقل من خلال جهود الوساطة لوقف إطلاق النار